بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على أشرف الخلق والبرسلين محمد بن عبد الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الحفل الكريم ورحمة الله وبركاته يطيب لي أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبركات إلى مقام سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان وإلى المراجع العظام وإلى جميع محبي أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بمناسبة مولدي الإمامين الإمام محمد بن علي الباقر والإمام علي بن محمد الهادي عليهم السلام الإمام عليه السلام الإمام علي بن محمد الهادي هو أبو الحسن ويقال أبو الحسن الثالث أبو الحسن علي عن محمد الهادي عليه السلام هو الإمام العاشر والنور الزاهر من أيمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام ولد الإمام بالمدينة المنورة سنة مائتين واثني عشر للهجرة واستشهد عليه السلام سنة مائتين وأربع وخمسين أي أن عمره الشريف أثنين وأربعين سنة تولى الإمام بعد استشهاد أبيه الجواد سنة مائتين وعشرين للهجرة وكان عمره الشريف ثماني سنوات تولى منصب الإمام وهو في سن لم يبلغ فيه الحلم كما يقولون قضى أكثر سنوات إمامته في مدينة سر من رأى أو في مدينة سامراء التي نقله إليها المتوكل عليه ما عليه أراد أن يجعله تحت الإقامة الجبرية والمراقبة الشديدة إلا أنه نور الإمامة دائما يكون مضيئا وساطعا ولا يعرف الزمان والمكان الإمامة تتخطى الزمان والمكان أراد أن يبعده عن قاعدته الشعبية بالمدينة لكنه وجد سامراء أرضا خصبة أيضا لينشر فيها ولاية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وليس هذا بغريب عليهم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام عاصر من خلفاء بن العباس ستة المعتصم والواثق والمتوكل والمنتصر والمستعين والمعتز الذي كانت على يديه شهادته عليه أفضل الصلاة والسلام كان للإمام عليه السلام مع هؤلاء الخلفاء الكثير من القضايا لا يسع المجال لذكرها ولكن سوف نستعرض نماذج من هذه القضايا وقد صلت الضوء على بعض المسائل المتعلقة باستنباط الأحكام الشرعية من القرآن الكريم قضية رقم واحد أن المعتصم العباسي حينما كان الإمام عليه السلام في المدينة المنورة وفي أيام صباه يعني في عمر السادسة أو السابعة أشار إلى بعض مستشاريه أن يختار للإمام عليه السلام مؤدباً ومعلماً واشترط في هذا المعلم أن يكون ناصبياً يكن العدى بشدة لأهل البيت ليكون هذا الشخص معلماً ومؤدباً للإمام لماذا؟ يريد أن يجعل من الإمام على نهج البلاط العباسي لكن هل تحقق ذلك؟ جاء المعلم يقال له الجنيدي حينما بدأ التعليم مع الإمام عليه السلام وجد الإمام هو المعلم والجنيدي هو التلميذ حينما يتحدث له في مسألة قرآنية يرى أن الإمام يقرأ الآية حافظاً لها ومفسراً لها وعارفاً الناسخ والمنسوخ والمتشابه من أنت؟ المعلم استغرب منه من أنت؟ أنا أعلمه لا بل أنت شيخي وأنا المتعلم حينما يعرض له مسألة نحوية يجيبه على اختلاف أقوال العلماء النحويين وكأن هذا المعلم لأول مرة يسمح هذه الإجابة فما كان من المعلم إلا أن أصبح موالياً لأهل البيت على يد الإمام صلواته قضية أخرى المتوكل العباسي تعرض إلى السم فنذر إذا الله سبحانه وتعالى شافاه من هذا أو من هذه العلة يتصدق بمال كثير الله سبحانه وتعالى شافاه ورزقه العافية فأراد أن يتصدق ويفي بنذره فتحير كم مقدار المال الكثير وجد نفسه غير قادر على تحديده فجمع الفقهاء والعلماء وطلب إليهم أن يحدد له مقدار المال الكثير فعجز الجميع بل واختلفوا فيما بينهم حول المقدار فلم يستحسن إجاباتهم فماذا فعل؟ استعان بالإمام عليه السلام فأرسل إليه بهذه المسألة فكتب إليه الإمام تصدق بثمانين إن كنت نذرت بثمانين من الدنانير فتصدق بثمانين دينارا وإن كانت من الدراهم فبثمانين درهما وإن أردت الزيادة فلكذلك لم ترق هذه الإجابة إلى الفقهاء والعلماء من أين له هذه الإجابة؟ هل اعتمد فيها على كتاب أو سنة؟ دعه يبين لك البين هو الدليل على ما يقوله فكتب للإمام مرة أخرى فقال له المسألة في كتاب الله وأي آي من كتاب الله ذلك؟ قال قول الله سبحانه وتعالى ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة الخطاب كان موجها للرسول صلى الله عليه وآله وقد عددنا المواقع التي انتصر فيها الرسول من غزوات وسرايا فوجدناها ثمانين موطناً القرآن لم يقل لقد نصركم الله في ثمانين موطناً بل قال في مواطن كثيرة مما يدل على أن الكثير هو العدد كم؟ ثمانين وهذا في كتاب الله فتعجب الفقهاء والعلماء من هذا الاستنباط من القرآن لا أدري من هذا المتحدث؟ أليس هو القرآن الناطق كما قال الإمام علي عليه السلام؟ أليس هو باب علم مدينة رسول الله التي علمها رسول الله للإمام علي؟ هكذا يتوارثون العلم من إمام إلى إمام نعم هم الأنوار واليوم هو النور العاشر الإمام علي ابن محمد الهادي عليه السلام قضية ثالثة أو قضية ثالثة جاء إلى المتوكل العباسي بنصراني قد فجر بأمرأة مسلمة فأراد أن يقيم عليه الحد فدخل الإسلام أسلم حينما أسلم تحير المتوكل الآن هو مسلم كيف نقيم عليه الحد؟ فاستشارع العلماء والفقهاء والقضاة وكان من بينهم يحيى بن أكثم قاضي القضاة فقال له يحيى لا عليه حد يا أمير المؤمنين لماذا؟ قال لأن الإسلام يجب ما قبله هو كان غير مسلم الآن هو أسلم وقد وقع منه الجرم قبل أن يكون مسلماً وبالتالي الإسلام يجب ما قبله وليس عليه شيء قال آخر لا بل يحد قال ثالث بل يحد بثلاثة حدود واختلفوا فيما بينهم إلى أين يتجهون ليعرفوا ما هو الحكم الشرعي في هذا فاستنجدوا بالإمام عليه السلام فقال لهم الإمام يضرب حتى الموت حكمه الشرعي أنه يضرب حتى الموت استغربوا من هذه الإجابة من أين لك هذه الإجابة يا أبا الحسن؟ أم من كتاب الله؟ أم من سنة رسول الله؟ قال بل من كتاب الله نحن العلماء والفقهاء نعلم بآيات القرآن الكريم والأحكام لم نجد إلى هذه حلاً أو لهذه المسألة جواباً فقال نعم هي بالقرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله حينما أخذوا لإقامة الحد قالوا آمنا أسلمنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم القرآن يقول فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون إذن الإسلام لا يجب ما قبله بل عليه أن يقام الحد لماذا؟ لأن الإسلام يجب ما قبله في الأعمال التي بين العبد وبين الله لم يصلي لم يصوم لم يحاج لم يزكي هذه ممكن غير مسؤول عنها لكن حقوق الناس لا الإسلام لا يجب ما قبله حقوق الناس لازم تؤخذ قضية رابعة وأختم لأنه كان المفروض أكثر بس يقولون أن أتأخرت قضية رابعة وأختم المتوكل العباسي أراد أن يقيم حفلاً استعراضياً لعسكره فأمر الناس أن يخرجوا مشياً على الأقدام ولا يركب إلا هو ووزيره الفضل بن خاقان فقط أما بقية الناس لا سيما آل أبي طالب لا بد أن يمشوا على الأقدام وكان ذلك اليوم يوم حر شديد قائض وكان في وسط النهار والشمس حارق جداً فخرج الإمام كما خرج الناس يمشي كما هم يمشون فمر عليه أحد حجاب المتوكل فوجد العرق يتصبب منه المتوكل أراد أن يستنقص من قدر الإمام أمان من الناس لأن الناس ملتفين حول الإمام ويقدرونه ويكرمونه ويعتزون به فأراد أن تنزل شوي حيبة الإمام عند الناس فأمره أن يمشي فقال له الحاجب ما لأراك يا ابن رسول الله تتصبب عرقاً فرد عليه الإمام عليه السلام قائلاً تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذود هذه الآية القرآنية التي تلاها الإمام هي الآية القرآنية التي في قضية فصيل ناقة صالح عموماً هذا الحاجب رجع إلى بيته وكان لأولاده معلماً من أتباع أهل البيت فقال له لقد سمعت اليوم إمامك يقول بعد أن أخرجه المتوكل مع الناس مشياً وهو يتصبب عرقاً سمعته يقول تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذود قال بالله عليك أقالها الإمام قال نعم قال إن كان لك حاج عند المتوكل وفي بلاط المتوكل فخذها فالمتوكل بعد ثلاثة أيام لن يكون موجوداً على الحياة المتوكل بعد ثلاثة أيام سيكون في الدار الآخرة انتهى أيام في الدنيا تصرمت وبقيت له ثلاثة أيام فلم يصدقه هذا ولكن بعد ذلك قال وما الضير لآخذ كل ما لدي من أشياء ثمينة في بلاط المتوكل وأنقلها إلى البيت لعل الخبر يكون صادقاً وبالفعل أخذ ذلك وبعد ثلاثة أيام دخل الأتراك بأمر من ولده المنتصر على المتوكل وكان ثملاً سكران إلى غاية الدرجة وكان معه وزيره الفضل بن خاقان فقطعوهم بالسيوف إرباً إرباً حتى تساقط لحمهم في كؤوس الخامس ثم امتزج دم المتوكل مع ابن خاقان معاً فدفنوهم في حجرة واحدة السلام عليك سيدي ومولاي في يوم ولادتك وفي يوم استجهت وفي يوم تبعث حياً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته